بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة استغرابهم لوجود فروقات واضحة بين الأنجيل الأربعة من حيث تفاصيل الحدث الذي يخبروننا به المفروض أن وجود اختلافات ما بين الأنجيل أمر واضح جدا زي ما الكتاب هنا بيقول لكن غالبا مش هتقدر تتعرف على هذه الاختلافات إلا لما تكون من ضمن القراء المدققين وبرت إرمن كان له نصيحة بسيطة جدا علشان تقدر تتعرف على هذه الاختلافات وتراها بهذا الوضوح أنك بدل ما تقرأ الأنجيل وراء بعض اقراهم بشكل متوازي مع بعض يعني على سبيل مثال تقرأ القصة من إنجيل موركوس وبعدين تدور على نفس القصة من إنجيل متة أو موركوس أو لوقة أو يوحان بهذه الطريقة هتلاقي أن الاختلافات والفروقات واضحة جدا وكنا عرضنا قبل كده بعض الفيديوهات اللي فيها مراجع بتساعدك في دراسة الأنجيل بشكل إيزائي يعني بشكل متقابل تحطهم جنب بعض تقابلهم ببعض تطلع الفروقات وسأضع اللينكات تحت في الوصف لكن أبسط مرجع ممكن ترجع له زي ما قلت قبل كده أكتر من مرة جدول مواضيع الإنجيل في كتبه الأربعة اللي بيكون موجود في آخر العهد الجديد الجدول ده بيرتب لك القصص المختلفة اللي موجودة في الأنجيل أربعة وبيقول لك القصة دي موجودة في أنهي إنجيل من الأنجيل أربعة وبالتالي تقدر تعرف لو القصة دي موجودة في أكتر من إنجيل إنك تقارل الإنجليين دول مع بعض علشان تقدر تشوف الفروقات بشكل واضح هنا باب يقول ايه الحدث نفسه نجده مروياً بعدة أساليب في كل إنجيل هنا مضطرين نسأل سؤال مهم جداً هل الفروقات والاختلافات ما بين الأنجيل مجرد فرق في الأسلوب والتعبير؟ في الحقيقة الكلام ده غلط وهو هيوضح ده بالمثال فهنا بيقول مثلاً يتكلم إنجيل متى عن شفاء أعمييني في أريحة بينما لا نجد سوى أعمى واحداً في إنجيل ماركوس أو في إنجيل لوق وهنا كاتب لك الهامش 47.48 أي إنك راجع كذا وراجع كذا هل ده فرق في الأسلوب؟ ولا اختلاف في الخبر نفسه؟ الواقع إن ده مش اختلاف في الأسلوب والدارسين والباحثين والقراء المدققين مش سطحيين إلى هذه الدرجة إن هما يعدوا لاختلاف في الأسلوب هي دي الفروقات الواضحة لا فيه اختلافات في الأخبار تصل إلى درجة التناقض فهو هنا بيقول نجد في الأنجيل الإزائية أن يسوع صعد مرة واحدة إلى أرشاليم خلال حياته العلنية وهنا لما بيقول أنجيل إزائية يؤصد متى ومرء سلوقة صعد مرة واحدة إلى أرشاليم خلال حياته العلنية بينما بحسب إنجيل يوحنة طلع لعدة كذا مرة صعد ثلاث مرات إلى المدينة المقدسة وبيقول لك هنا راجع في متى ومرء سلوقة في مقابل يوحنة كذا مرة النقطة دي مهمة جدا لأن ده اختلاف جوهري ما بين إنجيل يوحنة والأنجيل الإزائية لأن كأن إنجيل يوحنة بيخلي حياة يسوع المسيح أطول فترة حياته العلنية في إنجيل يوحنة أطول من الأنجيل الإزائية لأنه في الأنجيل الإزائية في حياته العلنية صعد مرة واحدة إلى أرشاليم يعني السنة واحدة أما في إنجيل يوحنة صعد ثلاث مرات يعني ثلاث سنين يبقى سؤال جوهري تاريخي فترة حياة يسوع العلنية كانت قد إيه الأنجيل الإزائية هتقدم إجابة تاريخية مختلفة عن إنجيل يوحنة يبقى ده مش مجرد فرق في الأسلوب هو كأنه والله أعلم بيحاول يهيأ المسيح واحدة واحدة لقبول الحقيقة فبيستخدم طريقة في الكلام يقولك ده فرق في الأسلوب وبعدين يدي لك أمثلة توضح إن ده مش مجرد فرق في الأسلوب ففهمها أنت الوحدة ده لو أحسننا الظن بالمؤلف وإلا فالأمثلة بتاعته بالفعل بتوضح إنها مش مجرد فرق في الأسلوب هنا باب يقولك إيه يمكننا أن نتساءل هل دهنت قدمي يسوع بالطيب في بيت سمعان الأبرص أم في بيت سمعان الفريسي أم في بيت العازر الذي أقامه من بين الأموات ده تناقض أحنا ذكرناه أثناء شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكايرانوية الهندية القصة مذكورة أكتر من مرة تفاصيل جوهرية مختلفة ما بين الأنجيل السؤال ده سؤال تاريخي أين دهنت قدمي يسوع بالطيب في بيت مين سمعان الأبرص ولا سمعان الفريسي ولا بيت العازر وهنا بيقولك راجع متى مرقص في مقابل لوقة في مقابل يوحنة وبالتالي زي ما بارت إرمن كتير بيحب يقول أنا هطرح سؤال تاريخي الإجابة حسب بتقرأ من أنهي إنجيل لأن الأنجيل بتقدم إجابات مختلفة لهذا السؤال ولازم نأكد على فكرة إن ما ينفعش السؤال ده يكون له أكتر من إجابة لأن السؤال تاريخي خبري ما ينفعش يكون له أكتر من إجابة يا إما الإجابة تطلع إن بيت سمعان الأبرص هو نفسه بيت سمعان الفريسي هو نفسه بيت العازر ونقشنا الموضوع ده وإن ده صعب جدا جدا إنه يحصل هنا بقى بيعلق على الموضوع ده إزاي المفروض بقى المسيحي يقبل وجود هذه الاختلافات هذه الفروقات الواضحة التي تصل أحيانا إلى درجة التناقض يقبلها إزاي قالك هذه الاختلافات هي دليل جديد على أن اهتمام الرسل لم يكن موجها نحو الأحداث التاريخية وكيف جرت في ذلك الزمان بل نحو استخلاص العبر والتعليم التي تفيد المؤمن في حياته طبعا دي نظرة سطحية جدا جدا لكن المسيحي لا يملك إلا أنه يتخذ هذه النظرة السطحية هو هنا بيقولك هما ما كانوش مهتمين بالتفاصيل التاريخية ده ما كانش هدف الكتابة ماشي هدف الكتابة كان إيه استخلاص العبر والتعليم التي تفيد المؤمن في حياته من المواقف دي كويس لكن احنا أمام مشكلة في غاية الأهمية مدى مصداقية وموثقية هذه الكتابات علشان أعتمد عليها في استخلاص العبر والتعليم التي تفيد المؤمن أنا لما أكتشف عن طريق مقارنة الأناجيل ببعض أن في فروقات تصل إلى درجة التناقضات ده هيفقدني الثقة في هذه الكتابات أني أقدر أعتمد عليها لأن وعلى سبيل المثال لو اتكلمنا عن الاختلاف المتعلق بالصعود المسيح للعيد أثناء حياته العلنية صعد مرة ولا صعد ثلاث مرات المنطق بيقول أن يا إما إجابة من الاتنين دول صح ماينفعش اللي اتنين يكونوا صح يا إما اللي اتنين غلط والإجابة حاجة ثالثة إذن ده بيفتح باب أن الأناجيل فيها أخطاء التناقض يعني وجود خطأ واحد مايمشيش مع التاني يا إما واحد صح والتاني غلط يا إما اللي اتنين غلط فإذا فتحنا باب وجود أخطاء في الأناجيل كيف أضمن أن كتبت الأناجيل دول ما غلطوش في الحاجات التانية اللي المفروض أخذ منها العبر والتعليم المسيحي هينتقل لنقطة أن الأناجيل مكتوبة بوحي من الله عز وجل وأن الروح القدس عصم الكتبة من أن هما يخطؤوا في الأجزاء الخاصة بالعبر والتعليم هنقول أن الكلام ده كلام فاضل العصمة ما ينفعش تكون في أجزاء دون أجزاء وهل أنت قادر على تحديد الأجزاء المعصومة والأجزاء غير المعصومة التي يجوز فيها الخطأ مجرد فتح الباب للأخطاء بيفتح الباب لفقدان المصدقية والمفوقية فهنا بيقول لذلك لم يعر الكاتب الملهم اهتماما كبيرا لتفاصيل الأحداث ولم يدقق فيه فالخبر هو مجرد إطار يساعدنا على فهم الرسالة الخلاصية ولا أهمية له سوى أن ينقل إلينا كلمة الحياة طبعا الكلام ده كلام فاضل أقل ما يقال إنه كلام فاضل بالطريقة دي بنوصل لمرحلك إنك بتقرأ الأناجيل ولا تدري ما هو التاريخ وما هو الزي وهناك كتاب رائع للمهندس محمد عنان رحمه الله بعنوان إخوة الزي دراسة عن نهاية إنجيل موركس كتاب ممتاز جدا العجيب والغريب إن الكلام ده يخرج من شخصي مسيحي المفروض إن ديانته المسيحية مبنية على خبر تاريخي إن المسيح تسلب ومات وأم الأموات طب لما نيجي بقى نسأله سؤال في غاية الأهمية هل بالفعل المسيح تسلب ومات وأم الأموات يقول لك طبعا قطعا ولا شك قال له يبقى هنا الخبر التاريخي مهم جدا وتفاصيله مهم جدا للأسف الشديد المسيحي زي ما قلت لا يملك إلا إنه يتخذ هذا الموقف السطح لإنه لو اتخذ أي موقف آخر جاد حقيقي عقلاني ومنطقي هيفقد إيمانه المسيح نقطة تانية بيتكلم عنها المؤلف موضوع طفولة يسوع المسيح فبيقول كم مرة تساءلنا عن سبب إهمال الأنجيل لكثير من تفاصيل طفولة يسوع وفترة شبابه خاصة ما بين عمر الاثنى عشرة سنة حين استحبه أبواه إلى هيكل أرشاليم وعمر الثلاثين سنة حين بدأ يسوع حياته العلنية معروف إنك لما تيجي تنظر في الأنجيل أربعة هتلاقي إن فيه إنجيلين فقط بيتكلموا عن طفولة يسوع وبالتالي إنجيل موركوس وإنجيل يوحنى بيتجهلوا فترة طفولة يسوع تماما وبيبدأوا من فترة حياة يسوع العلنية لما كان عنده 30 سنة ففيه عندك إنجيلين تانين إنجيل متة وإنجيل لوقة فيهم كلام عن طفولة يسوع لكن بنجد إن التفاصيل بسيطة جدا وقليلة جدا الكلام يدوبك عن الولادة وزيارة الهيكل مرة وختان وبعدين نطة كبيرة لما كان عنده 12 سنة حين استحبه أبواه إلى هيكل أرشاليم وبعدين نطة كبيرة لغاية ما كان عنده 30 سنة وبالتالي في النهاية لما تيجي تطرح السؤال ماذا نعرف عن حياة يسوع المسيح من أول ولادته وطفولته لغاية لما كان عنده 30 سنة يمكن المعلومات اللي تقدر تجمعها عنه صفحتين 3 اللي موجودين في إنجيلة يمتة والوقة طب ليه؟ ليه الأنجيل لم تهتم بهذه الفترة؟ شوف هنا باه هو بيقول إيه لكننا الآن نفهم تماما السبب فالرسل لم يجدوا في تلك الفترة من حياة يسوع أي تعليم ممكن أن يفيد إيمان الكنيسة الإجابة دي بناء على إيه؟ الإجابة دي عقلانيا ومنطقيا ما تقدرش توصل لها إلا لو أنت كمان قدامك البيانات التي كانت أمام كتبت الأنجيل أن أنت بالفعل عندك معلومات عن طفولة يسوع من أول ولادته الغاية ما كان عنده 30 سنة وبالتالي عند اطلاعك على هذه المعلومات وصلت إلى نتيجة أني مفيش في هذه الفترة أي تعليم ممكن أن يفيد إيمان الكنيسة وأنا بقول أن الكلام ده كلام فاضل برضو أقل ما يقال أن الكلام ده كلام فاضل إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده أن لما إنجيلاي مات تولوقة حابه يذكره بعض المعلومات اللي هي من فترة ولادته وطفولته لغاية ما كان عنده 30 سنة قدرنا نملى بعض الصفحات فقط في هذه الأجزاء البسيطة مجرد فترة ولادته كتبنا عنه كم صفحة ومجرد وقعة وحدة بس حصلت لما كان عنده 12 سنة كتبنا عنه صفحتين الإجابة الحقيقية هي أن أحنا ما نعرفش ما نعرفش ليه كتبت الأنجيل تجهلوا هذه الفترة من حياة يسوع وما تكلموش عنها كتير هل ما كانش عندهم معلومات؟ هل هم بالفعل شافوا أن المعلومات اللي عندهم ما فيهاش حاجة مفيدة مناسبة لإيمان الكنيسة اللي هم معصرينها؟ أصل خلي بالك فيه نقطة في غاية الأهمية لما جينا تكلمنا عن موضوع السبب الرئيسي وراء تدوين الأنجيل أو كتابة الأنجيل إن الأنجيل دي زيها زي الرسائل مكتوبة لكنيس معينة علشان تعالج احتياجاتهم أنا ككاتب إنجيل في الزمن ده بكتب الإنجيل ده لكنيسة معينة بتعالج مشاكلها فقررت ساعتها إن الجزء الخاص بطفولة يسوع ما فيهوش أي تعليم ممكن أن يفيد إيمان الكنيسة اللي أنا بكتب لها في الوقت الحالي هل ده يمنع إن ممكن أجد لهذه المعلومات فايدة للكنيسة في وقت تاني هنا بنقف أمام حقيقة فقر التراث المسيح إن تلاميذ ورسل المسيح لم يدونوا بالفعل كل ما تعلموه عن المسيح أو كل ما عرفوه عن المسيح بشكل موسوعي ضخم علشان فيما بعد أيا كانت المشاكل اللي هتقابل الكنيسة هرجع لهذا المرجع الموسوعي الضخم وأقدر أستفيد منه فيما يخص حل المشكلة اللي أنا بعصرها دلوقت لكن أنت بقى قررت ساعتها لو افتررنا أن الإجابة دي صحيحة أنت أو أنت بتكتب الإنجيل قررت الفترة دي ملحاش أي ثلاثة لازمة فهكتب الإنجيل ابتداءً لما كان عنده 30 سنة طب يا عم يمكن المعلومات اللي أنت تعرفها عن هذه الفترة منذ ولادتي وطفولتي لغاية ما كان عنده 30 سنة المعلومات دي تنفعنا بعدين لما تقابلنا مشاكل تانية لا أنا قررت وبالتالي حرمت كل الأجيال القادمة من أنها تحاول تجد في هذه المعلومات أي تعليم ممكن أن يفيد إيمال الكنيسة أنا والله أجد أن دي مصيبة كبيرة أصلاً هطرح سؤال واحد بس هل احنا بنتكلم عن نبي أن يسوع المسيح ده نبي وأصبح نبياً لما كان عنده 30 سنة ولا بنتكلم عن الرب الإله اللي من ساعة ما تولد وهو الإله أكيد لما أرصد حياة الإله نفسه وهو يعيش على الأرض كإنسان منذ طفولاته لغاية ما بقى عنده 30 سنة أكيد هطلع من حياته درر أقل ما يقال أصل الكلام ده عند المسلمين موجود أن أنت ترصد في السنة والسيرة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وقبل أن يصبح نبياً وبتستفيد كثير جداً جداً من حياته قبل أن يكون نبياً بما يفيد إثبات صدق نبوته وصحة رسالته فما بالك بقى لو بنتكلم عن الإله نفسه والله العظيم الكلام ده زي ما قلت أقل ما يقال ده كلام فاضي أنت مش قادر تلاقي في حياة الإله على الأرض أثناء ما كان عايش كإنسان طوال 30 سنة أي حاجة ممكن أن يفيد إيمال كنيسة لا حوله ولا قوة النبي فهنا بيقول لم يكن من الطبيعي أن يذكروا أي حدث منها ليه يعني؟ وخلي بالك في نقطة مهمة في إنجلين تجهلوا الموضوع تماماً يبقى ده رأيهم أن من أول ولادته حتى ولادة يسوع نفسها لغاية ما كان عنده 30 سنة ما فيهاش أي تعليم ممكن أن يفيد الكنيسة في المقابل ما التولوقة قالوا لا الكلام ده غلط في حاجات مهمة متعلقة بولدته وطفولته لغاية ما كان عنده 30 سنة وراحوا اختاروا أحداث متعلقة بالولادة وأحداث متعلقة بالطفولة ولما كان عنده 12 سنة ده في حد ذاته يدل أن فيه حاجات مهمة ممكن أن يفيد إيمان الكنيسة وبرضه هنا فيه نقطة مهمة فكرة أن الأصل في الموضوع أن كل إنجيل مكتوب لكنيسة معينة فعلى سبيل مثال إنجيل موركوس ما فيهوش أي حاجة عن طفولة يسوع اتكتب لكنيسة معينة فهل ده معناه أن كاتب الإنجيل بالفعل لم يجد في تلك الفترة من حياة يسوع أي تعليم ممكن أن يفيد إيمان الكنيسة ولو حتى عقيدة أن المسيح مولود من غير أب هنا بيقول لا يمكننا أن نتصور أمام صعوبات الكنيسة واضطهاداتها أن يوجه الرسول لها كتابا يخبرهم عن كيفية تعلم الطفل يسوع المش وعن الطعام الذي كان يحبه وكيف كان يساعد أباه في النجارة معلش لمؤاخذة برضو النظرة السطحية التفهدي مبنية على إيه؟ هل أنت طلعت على المعلومات اللي احنا نعرفها عن طفولة يسوع لغاية ما كان عنده تلاتين سنة فوجدت إنها كلها معلومات تفهى لا تخرج عن إيه الطعام اللي كان بيأكله وإزاي يتعلم المشي وإزاي كان بيساعد أباه في النجارة هي دي كانت حياة الرب الإله طوال تلاتين سنة ما كانش فيها أي حاجة مفيدة لا حول ولا قوة إلا بالله لا يصخ هذا الحكم إلا لو أنت عندك المعلومات فتقدر تحكم عليها بالفعل إن إحنا لم نجد في تلك الفترة من حياة يسوع أي تعليم ممكن أن يفيد إيمان الكنيسة لكن مدام أنت ما عندكش المعلومات يبقى تسكم ما ينفعش تحكم وأنا بأكد مرة تانية أو تالتة إن أكيد الفترة دي من وجه النظر مسيحي بيؤمن إن دي فترة من حياة الإله نفسه لما كان إنسان عايش على الأرض أكيد كان فيها درر هنا بيقولك إن كتابا كهذا سيعتبره المؤمنون نوعا من الإهانة لهم والاستخفاف بما يعانونه هنا هو بيعلق على فكرة إن فيه إنجليين اثنين بس بيذكروا خبر ولادة يسوع هما مات تولوقة أما مرقص ويحنى فيهملان هذا الحدث ليه بقى؟ إذن لم يرى كل الإنجليين ضرورة البدء بذكر الميلاد إصلاحنا هنا بنتكلم بقى عن أرأة شخصية فمات تولوقة قالوا ضرورة البدء بميلاد يسوع المسيح مرقص ويحنى قالوا لا الفترة دي كلها حسب تعبيره ما فيهاش حاجة يمكن أن تفيد إيمال الكنيسة هنا بيقولك فكنيسة مرقص وكنيسة يحنى لم تظهر حاجة لهذه النقطة هو بيفطرد ده بما إن الإنجيل ما فيهوش ده يبقى الكنيسة ما كانتش تحتاج ده هو كده بما إن الإنجيل في ده يبقى الكنيسة كانت محتاجة ده يبقى الفكرة بقى مش إن المعلومة دي مهمة ولا مش مهمة الفكرة هي زي ما قلت قبل كده هي الكنيسة محتاجة المعلومة دي ولا مش محتاجة طيب يا عم هي وقتها ما كانتش محتاجة فأنت مدونتوش ده أدى إلى إنك حرمت كل الأجيال القادمة إنها تعرف هذه المعلومات اللي ممكن تكون هي محتاجة لها في المستقبل بكرر مرة تانية وأقول إن ده فرق جوهري جدا ما بين الإسلام والمسيحية المراجع الإسلامية التراثية مراجع حقيقية المسلمين حاولوا يدونوا كل اللي يعرفوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي في أي مرحلة زمنية حسب حاجة المسلمين هيقدروا يرجعوا لهذه المراجع يطلعوا منها ما ينفعهم لكن حسب كلامه المسيحيين ضيقوا واسعا وحسب حاجة الكنيسة في زمنهم دونوا الأناجيل وما بقاش عندنا أي مصادر تانية فيها أي معلومات عن حياة يسوع وبالتالي أحنا كده خلاص لبسنا أيا كانت بقى حاجة الكنيسة في العصور القادمة أنت ما عندكش غير اللي موجود في الأناجيل الأربعة شوف هنا بيقول إيه أناجيل طفولة يسوع الأناجيل اللي بتذكر أحداث طفولة يسوع ما التولوقة يعني ليست خبرا عن كيفية ولادته بل هي تعليم عن هدف هذه الولادة وعن تأثيرها على حياتي أنا اليوم طبعا أنت لما تيجي بقى في ضوء كلامه ده تقرأ إنجيل متة وتقرأ إنجيل لوقة اللي فيهم خبر ولادة يسوع هتلاقي إن الموضوع مش زي ما هو بيقوله طريقة السرد والحكي في الأناجيل غير اللي هو بيقوله هحاول أضرب مثالي علشان الكلام يكون واضح فيه فرق كبير جدا جدا من كتاب بيحكي لك الأحداث وما بين كتاب بيستخلص من الأحداث الفوائد الإيمانية هو كأنه بيدعي إن الأناجيل هي النوع التاني إن مش مهمة عندي الخبر المهمة عندي التعليم الخلاصة الإيمانية لكن الإنجيل مش مكتوب بالطريقة دي من هنا نفهم أيضا سبب الاختلافات المتعددة بين روايتين ميلاد ما بين إنجيل متة وإنجيل لوقة آدي أشار إلى اختلاف يصل إلى درجة التناقض فهمنا بقى إيه إحنا قصة طفولة قصة ولادة وطفولة يسوع في إنجيل متة مختلفة تماما وبشدة عن القصة اللي موجودة في إنجيل لوقة وذكرنا مراجع كثيرة جدا جدا بتقول إنها بتصل إلى درجة التناقض وإن القصة اللي موجودة في متة غير القصة اللي موجودة في لوقة دي قصة ودي قصة المفروض إن هذه الدرجة العظيمة من التناقض والاختلاف يؤدي إلى التشكيك وسقوط المصدقية والموثوقية لكن هو هيقول لك سيبك من الكلام ده كله وأهم حاجة ركز على الخلاصة الإيمانية اللي تقدر تحصل عليها بغض النظر بقى القصة دي صح ولا غلط أصلا فهنا بيقول من هنا نفهم أيضا سبب الاختلافات المتعددة بين روايتين ميلاد ما بين إنجيل متة وإنجيل لوقة فلكل منهما تعليم معين يحاول إيصاله من خلال فهمه لحدث الميلاد يا جماعة في فرق ضخم جدا ما بين فهمي لحدث الميلاد وما بين سردي لحدث الميلاد متى بيحكي حدث الميلاد بطريقة مختلفة عن لوقة لما بيحكي حدث الميلاد التفاصيل التاريخية مختلفة الخلاف مش في أنا فهمت إيه من نفس الحدث المفروض لو الفرق ما بينهم فقط في الفهم للحدث كنت وجدت تفاصيل الحدث واحدة لكن ده مش موجود زي ما قلت قبل كده مثل هذه القراءة السطحية جدا بتؤدي في النهاية أن أنت لا تتعامل مع الأنجيل بشكل جدي ما ينفعش بقى تأكد أصل ده حصل أصل هو قال لا أنت استفدت وتعلمت وخلاص سيبك بقى من ناحية الثبوت التاريخي لأي حاجة مذكورة في الأنجيل شوف هنا بيقولك إيه من ناحية أخرى لا يمكن أن يذكر الإنجيل تفاصيل عن حياة يسوع تخلو من التعليم يعني إيه النقطة دي مهمة مدام الإنجيل ذكر الكلام ده يبقى فيه تعليم تستطيع أن تستفاده من اللي مذكور في الإنجيل ما فيش حاجة اسمها أن الكلام ده مذكور وملوش فايدة مدام الإنجيلي تعب نفسه وذكره يبقى الكلام ده وراء فايدة يبقى وراء تعليم تقدر تستفيدوه وأنا باعتقد أن القاعدة دي المفروض تتطبق على الكتاب المقدس بيه الكامل مدام النص ده مذكور في الكتاب يبقى وراء فايدة وخلي بالك هنا المسيحي ما زال بيتعامل بنفس الطريقة السطحية بغض النظر عن مدى صحة الحدث لكن أهم حاجة في تعليم تقدر تستفيده من وراء هذا الكلام والله العظيم ده أمر بالنسبة لي في غاية العجب الكلام ده حصل ولا ما حصلش التفاصيل دي صحيحة ولا لا لا كبر دماغك أهم حاجة تعليم المستفاد لو هندخل في التفاصيل هنلاقي اختلافات وتناقضات هيشككك في الموضوع هنا بيقول برضو نقطة مهمة الإنجيل هو كتاب يقرأ في الكنيسة طبعا أول واحد كلمنا عن الموضوع ده إن الإنجيل بتقرأ في الكنيسة كان يستينوس الشهيد وتقريبا قال الكلام ده في حواره مع تريفول يهودي وده طبعا بناء على الأصل أن الغالبية العظمى من عوام الناس ما كانوش بيعرفوا أصلا لا يقروا ولا يكتبوا وبالتالي علشان خاطر يستفيدوا من هذه الكتابات المسيحية كانوا بيروحوا لبعض الكنيس أماكن اجتماع المؤمنين سواء في بيوت أو غيرها والقصة أو الكاهنة أو الأسقف أو أيا كان كان بيقرأ عليهم ويعلمهم ويعظهم فهو بيقول لك إيه؟ هو نص تعليمي يقوم الكاهن بتفسيره للناس خلال العظة لذلك فأي نص يخلو من التعليم نراه يتناقض مع مفهوم الإنجيل الأساسي هو يقصد إيه بقى بالجملة الأخيرة دي؟ مش قادر حدد بالظبط لكن المفترض أن معناه أن ما فيش نص موجود في الإنجيل إلا وله تعليم في تعليم من وراء مفيد للمسيح وبعدين لا يمكننا أن نتصور مثلا نصا إنجيليا يتكلم عن كيف لعب يسوع مع أصدقائه في حواري النصر ماذا يمكننا أن نستفيد من هكذا نص؟ هل تتصورون الكاهن في قدس الأحد وهو يقرأ نصا كهذا؟ وإلى جانبه خادمان يحملان شمعتين مضاءتين؟ ماذا يمكنه أن يعظ أو أن يعلم من خلال هذا الخبر؟ لذلك نفهم أن الكتاب المقدس لا يحتوي سوى على النصوص التعليمية هنا فيه سؤال مهم جدا هو بيضرب المثل بيقول أنا مش قادر أتصور أنا مش قادر أتخيل أن الإنجيل كان يبقى فيه كيف لعب يسوع مع أصدقائه في حواري النصر إزاي يسوع الطفل الإله كان بيلعب مع صحابه في الحواري في النصر في الشوارع النصر السؤال بقى هنا هل الكتاب المقدس بشكل عام ما فيهوش أخبار شبه كده؟ اللي أنا عايز أقوله أن لو الإنجيل كان فيه خبر بيصف كيف لعب يسوع مع أصدقائه في حواري النصر كان هو طلع منه تعليم وقال لك ده دليل على طيبة يسوع وحنان يسوع واجتماعية يسوع كان طلع منه تعليم زي ما البروتستانت اللي بيؤمنوا بالوحي اللفظي للكتاب المقدس بيطلعوا تعليم من سلامات بوليس وحاتلي الكتب الرقوق وحاتي الجاكتة والكلام ده كله هو بيفترض أن مدام الأنجيل ما حكتش عن إزاي يسوع كان بيلعب مع أصدقائه في حواري النصرة يبقى ما ينفعش يطلع منه أي تعليم ده غلق أنا بقول عقليا ومنطقيا بما أن يسوع حسب الإيمان المسيحي هو الإله الذي نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان يبقى أكيد كل حركاته وكل سكناته كان هيبقى فيها فايدة للمسيحي لو عرفها وكانت مدونة عنده ويقدر يقراها ويعرفها لكن أنت كده بتحكم على الغالبية العظمى من الحياة التي عاشها الإله على الأرض كإنسان إنها ملهاش أي ثلاثة فايدة ولا لازمة في سياق إن الأنجيل تقريبا ما دونتش عنها حاجة وبالتالي هي ما كانتش مفيدة سواء للكنيس أثناء تدوين الأنجيل أو حتى للكنيس الأخرى في المستقبل أنت مش شايف أن دي إهانة للإله هو أنت فاكر لمؤخذة يعني أن لو الإله عياذا بالله كان طفلا عايش على الأرض كإنسان كان هيلعب مع أصدقائه بنفس الطريقة اللي أي عيل طبيعي بيلعب بيها مع أصدقائه أمر عجيب وغريب والله تاني بقول هو لا يملك إلا أنه يتخذ هذا الموقف لأن الواقع أنا ما عنديش الأخبار دي وما عنديش المعلومات دي يبقى لازم أحكم عليها أن هي ما كانش لها أي لازمة لو كان لها لازمة كانوا كتبوها مدام ما كتبوهاش يبقى ما لهاش لازمة بعد كده بيتكلم عن موضوع في غاية الأهمية نصوص لم يقولها يسوع تكثر النقاشات بين أهل الاختصاص حول حقيقة أن كل ما ورد في الإنجيل قام به أو قاله يسوع من الناحية التاريخية ما وإحنا بداية الموضوع كانت إيه؟ الاختلافات ما بين الأنجيل وبعدين وصلنا لمرحلة إيه؟ طفولة يسوع اللي مش مذكورة في الأنجيل فيبقى اللي مذكور مفيد واللي مش مذكور مش مفيد طيب اللي مذكور ده اللي بما إنه مذكور فهو مفيد ومن ورائه تعليم على أساس بقى الاختلافات والتنقضات اللي في الأنجيل اللي مذكور ده من أقوال وأفعال يسوع هل بالفعل يسوع قال هذه الأقوال زي ما هي مدونة في الأنجيل؟ هل يسوع بالفعل قام بهذه الأفعال زي ما هي موجودة في الأنجيل؟ يبقى بنتكلم بقى في الناحية التاريخية هنا بيقول أهل الاختصاص بينقشوا الموضوع طلعوا بإيه؟ وتثبت بعض الدراسات النقدية أن هناك نصوصاً هي بالفعل من تأليف الرسل والإنجليين وليست من يسوع مباشرة لا إله إلا الله ده تحريف يعني؟ تحريف وضعته على لسان يسوع ما لم يقوله خليته يسوع يفعل أشياء هو لم يفعلها الجملة دي اعتراف خطيئة طبعاً هو بيقول الرسل والإنجليين ملناش دعوا بالموضوع عنه تثبت بعض الدراسات النقدية أن هناك نصوصاً هي بالفعل من تأليف كتبت الأنجيل وليست من يسوع مباشرة شوف بيقول لك إيه؟ هكذا خبر قد يصدم المؤمن وقد يدخل الكثير من الشك إلى قلبه حول مصداقية الكتاب مقدس ولكننا الآن وبعد ما درسناه سابقاً يمكننا فهم هذه المسألة وهذا التصرف من قبل الكاتب الملهم والله العظيم الكلام ده خطيئ هو بيقول الكلام ده حقيقي كتبت الأنجيل وضعوا نصوص ليست من يسوع مباشرة يسوع ما قالش الكلام ده يسوع ما عملش الكلام ده طبعاً أنت أول سؤال المفروض تسأله هل يمكننا خصر كل الأقوال والأفعال المنسوبة ليسوع زوراً من خلال كتبت الأنجيل بحيث يبقى عندنا تصور ورؤية واضحة الكلام ده قالوا يسوع فعلاً الكلام ده فعلوا يسوع فعلاً الكلام ده لم يقوله يسوع لم يفعله يسوع كتبت الأنجيل نسبوه ليسوع هل عندنا حاجة زي كده؟ لا ليه؟ لأن أهل الاختصاص هيختلفوا حول هذا الموضوع وبعدين أن صار شاطرين قوي 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 في موضوع أن الكلام الخاص بأهل الاختصاص يفضل ما بين أهل الاختصاص ما ننشره شحن العوامل كلام ده مهم جداً والله العظيم هم الشاطرين جداً التفاصيل لا خليها ما بين أهل الاختصاص كتر خير الدنيا أن أنا بحاول أمهد المسيحي البسيط لخبر صادم زي ده أنا مش هكبر الموضوع وقوله طب نص مثلاً زي أنا والأب واحد قالوا يسوع فعلاً ولا كاتب الإنجيل وضعوا على لسان يسوع إيه ده؟ هو ممكن يوصل لحد كده؟ وليه لا؟ أنا والأب واحد أنا في الأب والأب فيه مرأاني فقدرها الأب الأب الحل فيه هو يعمل أعمال الأقوال دي قالها يسوع فعلاً ولا كتبت الإنجيل وضعوها على لسانه أنت اعترفت بحقيقة أن كتبت الإنجيل نسبوا ليسوع كلام وأفعال هو ما قالهاش وهو ما فعلهاش وإنت بتعترف أن هكذا خبر قد قد يصدم لا هو صادم وإنه قاطعاً ولا شك حيدخل الكثير من الشك إلى قلبه حول مصداقية الكتاب مقدس أنا بناءً على هذه الحقيقة اللي أثبتتها الدراسات النقدية أن هناك نصوصاً هي بالفعل من تأليف الإنجليين كتبت الأنجيل ليست من يسوع أنا إزاي أعرف حقيقة زي كده وبعد كده آجي أقرأ الأنجيل فأبقى واثق في الكلام اللي أنا بقرأه قال يسوع كذا قال الكلام ده ولا ما قالش فعل يسوع كذا فعل الكلام ده ولا ما فعلش هنا بيقولك فالرسل وجهه أحياناً مشاكل أو أسئلة لم يتذكروا أن يسوع علاجها مباشرة وكان عليهم أن يقدموا لمؤمنيهم جواباً عنها طيب ما تجاوبونتو هو أنتو مش مؤمنين وحل عليكم الروح القدس لا إزاي التزوير حرفتنا وصنعتنا من زمان لأن في الأول والآخر أحنا عارفين أن إجابتنا أحنا الشخصية ما لهاش أي قيمة فلازم ننسب الكلام ده ليسوع نفسه علشان الكلام يبقى له قيمة شوف التزوير والله العظيم في الفيديو الأولاني تكلمنا عن الموضوع ده الموضوع ده خطير من أول التزوير باسم الرسل شوف الموضوع جاي منين أنا هكتب رسالة هزورها باسم واحد من رسل يسوع علشان الرسالة يبقى ليها قيمة واضح إن الموضوع من زمان له جذور كتبت الأناجيل أنا عايز أكتب إنجيل بيعالج مشاكل كنيسة طب يسوع ما عالجش المشاكل دي أثناء حياته على الأرض أو أنا معرفش عن حياة يسوع أي حاجة أقدر أستشف منها حلل هذه المشكلة أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه بس هزور على لسان يسوع وهنسب ليسوع أفعال وأقوال هو معملهاش ولا ألها نستشف منها بقى كل الحيول اللي احنا عايزنا برافو حل عبقري ده دين بالله عليكم ده دين كان عليهم أن يقدموا لمؤمنيهم جوابا عنها فما كان منهم إلا أن تكلموا هم بلسان المعلم سألوا أنفسهم لو كان يسوع هنا الآن ماذا كان سيقول للمؤمنين اعتمدوا في استنباط الجواب على أمرين أساسيين أنت كنت حاضر معهم الأعدى أولا اعتمدوا على فهمهم العميق لرسالة المسيح وللأفكار الأساسية التي علمهم إياه هنا باب بنسأل سؤال مهم هم مين بقى كتبت الأناجيل دول هنا بتظهر أهمية معرفة الكاتب لأن الكاتب لو احنا افترضنا جواز اللي هو هيعمله ده هيحط نفسه مكان يسوع وهيقول يا ترى لو يسوع كان موجود دلوقتي كان هيحل المشكلة إزاي فأنا بقى هاخترع وهزور عشان أطلع بأقوال أو أفعال ليسوع بتحل المشكلة ده بناء على إيه والله العظيم والله العظيم لو الكلام ده كان مذكور عند المسلمين كانوا كلوا الشنة كانوا غنوا الكلام ده على ربابة وفضحوا بالمسلمين إن مثلاً أثناء تدوين الصنة أو السيرة يقال إن مثلاً البخاري ألف روايات عشان يحل بها مشاكل بناء على مدى معرفته مثلاً بكلام النبي الحقيقي أو بأفعال النبي الحقيقي أو أي إن كان أي تبرير بقى بيقولوا هنا أنت متخيل لو الكلام ده كان معروف عند المسلمين كانوا غير المسلمين عملوا إيه؟ قالك أولاً اعتمدوا على فهمهم العميق لرسالة المسيح هم مين دول؟ ما نعرفهمش يبقى نضمن إزاي؟ والأفكار الأساسية التي علمهم إياه فقاموا بالقياس عليها الله المستحيل أنا برضو برجع وأقول ليه لازم أزور ما هو أحنا عندنا في الشريعة الإسلامية القياس هل بقى أقوم أنا مزور كلامه أفعال للنبي بناء على القياس؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ والله العظيم ده تهريج دي ما بقتش ديانة ليه بدل ما زورت كلام ليسوع وزورت أفعال ليسوع ما كنت كتبت رسالة بولس ولا بوترس ولا أي حد وقلت أني هكذا يتم حل المشكلة زي ما بولس عمل في رسائله بغض النظر بقى بناء على إيه جاب الحل ما أنتوا ماشيين وراه خلاص ما أنتوا بتدعوا أن الرسائل دي موحة بيا من الله زيها زي الأناجيل فيبقى إيه المشكلة بقى؟ لا أحنا لازم بص نوصل للشمخ الجواني نزور على لسان يسوع أقوال ونزور على يسوع أفعال ونبرر كأن ده طبيعي وعادي صوت إيه المشكلة؟ فيبقى في النهاية ضاع اليقين فين الأقوال اللي قالها يسوع فعلا؟ وفين الأقوال اللي ما قالهاش؟ وفين الأفعال اللي فعلها يسوع فعلا؟ وفين الأفعال اللي ما فعلهاش؟ بيقول إذن لم يقم الرسل بعملية تأليف بالمعنى الضيق بل هم استخرجوا من المبادئ التي علمها يسوع إجابات جديدة على مساء المستجدة ورحوا زوروها باسم يسوع الله المستعال واعتمد الرسل أيضا وبشكل أساسي على الروح القدس ده طبعا لازم نقول كده يعني هنعمل إيه؟ وكأن الله يرضى بهذا التزوير إن المسيحي التقليدي يبقى مؤمن إن يسوع قال كده ويسوع عمل كده والحقيقة إنه لا قال ولا عمل لأن التصور ده بناء على النقد الحديث لكن الإيمان التقليدي ما بيقولش كده الإيمان التقليدي ما بيقولش إن كتبت الأنجيل زوروا كلام على لسان يسوع وإن كتبت الأنجيل زوروا أفعال نسبوها اليسوع وهو لا قال ولا عمل الإيمان التقليدي بيقول بما إن الإنجيل بينسب القول ده اليسوع يبقى يسوع قاله وبما إن الإنجيل بينسب الفعل ده اليسوع يبقى يسوع فعله الله المستعب لكن خلي بالك الموضوع بيجي واحدة واحدة بدايتها ايه الاناجيل ما بينها اختلافات وتناقضات هو ده اللي بيفتح الباب للمصداقية التاريخية فمن خلالها بنقدر نعرف اه ده واضح ان فيه كلام ما قالوش يسوع كتبت الاناجيل نسبوها له وفيه افعال ما فعلهاش يسوع كتبت الاناجيل نسبوها له هنا بيقول واعتمد الرسل ايضا وبشكل اساسي على روح القدس الذي وهبهم اياه يسوع بعد قيامته ليعلمهم كل شيء ليعلمهم التزوير والله العظيم الكلام ده اهانة لله عز وجل وليذكرهم كل ما قاله لهم المعلم وليكمل معهم وفيهم مخطط الخلاص طيب انا ما عنديش مشكلة وليذكرهم كل ما قاله لهم لكن انت بتقول ان هم نسبولوا كلام هو ما قالوش نسبولوا افعال هو ما فعلهاش الله المستعب هنا بقى بيقولك ايه لازم نرجع بقى للنحية الايمانية يا اما المسيحية هتضيع مننا فالروح القدس هو الضامن الاساسي لحقيقة الانجيل لان الكتاب المقدس مكتوب بالالهام من الروح القدس برجع مرة تانية واقوله هل انت بتقدر تفرق ما بين الاقوال والافعال الحقيقية اليسوع والاقوال والافعال اللي الاناجيل نسبوهله هو في الاخر هيقولك ايه الروح القدس هو الضامن احنا نقدر نستفيد من الكلام ده تعليم حقيقي حقيقي ايه بقى انت بتجوز على الله التزوير والكذب ده امر عجيب انت بتنسي بالكلام ده اللي روح القدس كاتبة الاناجيل زوره بالهام من الله لا اله الا الله لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله عارف انت ده لفل الوحش يعني ايه لفل الوحش يعني انت مش بتجذب على الله انت بتجذب على الله وبتنسب لله الكذب بتنسب لله الكذب بتنسب لله الزور لا اله الا الله شوف هنا بيقولك ايه قد يتساءل البعض ولماذا نسب الرسل ليسوع أقوالا ليست له ها لماذا لم يقول مثلا قال متى الرسول أو قال يعقوب إلى آخره ليه لازم نزور على لسان يسوع يعني قالك الأمر بسيط فالرسل ينقلون فعلا ما علمه يسوع ولو لم ينقلوه بطريقة حرفية والله العظيم ده كذب انت بتبرر التزوير والكذب لماذا نسب الرسل ليسوع أقوالا ليست له يعني ايه يعني دي حقيقة الأناجيل بتنسب ليسوع أقوالا ليست له دي حقيقة ليه بقى عمله كده انت بقى بتبرر ده هل ده أخلاقيا يجوز أصلا يا جماعة برجع مرة تانية وفكركم والله العظيم الكلام ده خطير اقسم بالله العظيم الكلام ده خطير يسوع ده هو ربنا في الإيمان المسيحي هو الله الذي نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان شيل كلمة يسوع وحط الله لماذا تنسب الأناجيل أقوال لله ليست له هل في أي تبرير في الدنيا للتزوير للكذب للغش إنك تنسب لربنا كلام ما قالوش وخلي بالك احنا بنتكلم هنا من ناحية تاريخية إن ربنا ده عياذا بالله نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان فأنا بقول أثناء حياته البشرية على الأرض كإنسان بشكل تاريخي حدث في الماضي إنه قال كده أو فعل كده وده هو لا قالو ولا فعلو يعني أنت بتنسب الكذب لله وبتقول إن الكلام ده اتكتب بإلهام من الروح القدس فيبقى الله هو الذي كذب على الله ده عقل ده عقل دي ديانة لما نوصل لمرحلة إن الله كذب على الله وعلشان كده الله عز وجل يقول عن المسيحية وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ما هو العقائد دي بتوصلنا المصائب المصائب دي لما تعقلها وتفهمها إن في مخلوق استجرى يقول الكلام ده تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى بيقول ونطرح في هذا السياق سؤالا آخر هل ما قام به الرسل من تأليف نصوص يقودنا إلى التشكيك في تاريخية يسوع والله لا إزاي يعني إزاي هو ده كلام أكيد مش هنشك طبعا والإجابة على هذه المسألة علينا أن نتذكر وأن ندرك عدة أمور إيه بقى أولا ما أضافه الرسل من نصوص كان للإجابة على أسئلة الجماعة بخصوص الإيمان ماشي أنا ما عنديش مشكلة أن أنت تجاوب ما تجاوب وتقول إن ده اجتهادك بناء على القياس لكن إنك تزور وتنسب لله ما لم يقولهم حسب تصورك إن يسوع هو الله هي دي المصيبة ولم تكن أخبارا عن حيات يسوع وعن أعماله شوف إزاي هو عاوز يقول لك إيه هل ده يشككنا في تاريخية يسوع لا ليه الأناجيل دي أصلا مش تاريخية هي دي الإجابة أنت لو معتقد إنك هتتعلم من الأناجيل دي تاريخية يسوع ما قاله يسوع فعلا أو ما فعله يسوع فعلا يبقى أنت غلطان أنت جيت المكان الغلط طب معلش بقى السؤال من أين أستطيع أن أتعلم ما قاله يسوع فعلا وما فعله يسوع فعلا من غير أي صبغة إيمانية لا معلش ما فيش كان فيه خلص زمان بقى لو أنت كنت موجود أيام لوقة إذ كان كثيرون كنت تروح عند الكثيرين دول تشوف لكن دلوقتي ما فيش غير هذه الأناجيل التي هي عبارة عن صبغة إيمانية عايز تتعلم منها تاريخ ما ينفعش انت جيت المكان الغلط على فكرة الموضوع ده بيؤدي إلى إيه في النهاية إن المسيحي فاهم المسيحية غلط المسيحي فاهم الأناجيل غلط الغالبية العظمى من المسيحيين اليوم بيؤمنوا إنه بما إن الإنجيل نسب الكلام ده ليسوع يبقى يسوع فعلا قال الكلام وبما إن الإنجيل نسب الفعل ده ليسوع يبقى يسوع فعلا عمل الكلام ده انت جاي النهاردة تقول لي لا الأناجيل دي مش كتب تاريخية أصلا دي كتب إيمانية بحتة إلى درجة إن كتبت الأناجيل زوروا كلام نسبول يسوع وزوروا أفعال نسبول يسوع التصور ده ممكن بالنسبة للمسيحي العادي يبقى تصور اكستريم متطر لكن برجع وأقول إيه ده بناء على أهل الاختصاص ودراساتهم النقدية يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأناجيل ما بقتش تاريخ نقيم عليه إيمان لا ما بقتش كده الأناجيل أصبحت كتابات إيمانية غير مهتمة أصلا بالتاريخ إلى درجة تزوير التاريخ تزوير التاريخ من أجل الإيمان الموضوع ده تكلمنا عنه كتير جدا 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 ده أساس هدم الديانة المسيحية هنا بيقول لذلك فأغلب هذه الإضافات هي أمثال وأقوال وليست أخبار أحداث ذات طابع تاريخي معلش أنا مش هاخد منك الكلام ده أنت أعمل لي إحالة إلى دراسة نقدية متخصصة تشير بشكل دقيق ومحدد هي دي الأمثال اللي كتبت الأناجيل وضعوها على لسان يسوع ويسوع ما ألهاش وهي دي الأقوال اللي كتبت الأناجيل وضعوها على لسان يسوع ويسوع ما ألهاش وهي دي الأفعال اللي كتبت الأناجيل وضعوها على لسان يسوع ويسوع ما فعلهاش وأنا بقى أقيل أشوف بقى الكلام ده مدى قمته هنا بيقول من ناحية أخرى علينا أن نتذكر أن الكتاب المقدس بكليته لا ينقل لنا خبر يسوع التاريخي بل يحمل لنا البشرى الصر عن الخلاص الذي أتمه المسيح لنا بموته وقيامته مفيش تدليس مستوى أعلى من كده يا جماعة المفروض المسيحية في أصلها إن الإيمان مبني على الحدث التاريخي يبقى الحدث التاريخي أهم حاجة في المسيحية لا بسبب الواقع إيه الواقع؟ إن احنا بنعرف الحدث التاريخي من الأناجيل والأناجيل ما بينها اختلافات وتناقضات وده بيشكك في المصداقية التاريخية قطعا ولا شك يبقى لازم نتراجع شوي يبقى الأناجيل دي لا تنقل لنا خبر يسوع التاريخي في سياق كلام منسوب ليسوع ما قالوش أفعال منسوبة ليسوع ما عملهاش والله العظيم أمر عجيب هنا بيقول لذلك إذا أردنا أن نتعرف على يسوع التاريخي نعمل إيه بقى؟ مش هيقول لك تعمل إيه؟ فمن الخطأ أن نعتمد على الأناجيل كمرجع أساسي فهي ليست كتب تاريخ طب أنا عايزك بقى تقول لي علشان أتعرف على يسوع التاريخي أعمل إيه؟ ويعني إيه الأناجيل ليست كتب تاريخ؟ ماشي هي كتب إيمان الإيمان ده مبني على التاريخ ألا إن التاريخ في مشاكل؟ يبقى الإيمان في مشاكل النقطة دي مهمة لازم تتفهم الإيمان مبني على التاريخ لو التاريخ في مشاكل يبقى الإيمان في مشاكل هل المسيحية ديانة مبنية على الحدث التاريخي ولا لأ؟ خاطعا ولا شك المسيحية مبنية على الحدث التاريخي اللي هو إيه إن المسيح تصلب ومات وأم الأموال فبما إن المسيحية إيمان مبني على حدث تاريخي يبقى المفروض إحنا نكون أكثر الناس تفوقا في العالم في الحفاظ على الحدث التاريخي لإن إيماننا مبني على التاريخ طب لما نلاقي بقى إن التاريخ في مشاكل يبقى أكيد الإيمان كمان في مشاكل هو قال لك بقى إذا أرادنا أن نتعرف على يسوع التاريخي كان المفروض يقول إيه المفروض نعمل كذا لا هو ما عندوش ما عندوش حل هو عارف إن الأنجيل الأربعة المفروض من أقدم الوثائق التي تتكلم عن يسوع لكن الأنجيل فيها مشاكل كثيرة جدا من ناحية المصداقية والموسوخيات تاريخية ففي النهاية هو مدرك تماما إنه إذا أرادنا أن نتعرف على يسوع التاريخي فالموضوع صعب جدا ومليء بالمشاكل ده أقل ما يقال الموضوع مش بسيط الموضوع مش إنه هدلك على مرجع تعرف منه لا يوجد ده أنت هتتسحل لازم تبقى من أهل الاختصاص فهي ليست كتب تاريخ الجملة دي بقى صغها بطريقة تانية إذا أرادنا أن نتعرف على صلب المسيح وقيامته من الأموات تاريخ فمن الخطأ أن نعتمد على الأناجيل كمرجع أساسي هو ده ده اللي احنا بنقوله أنت بترجع للأناجيل كمرجع أساسي تاخد منه نقطة تاريخية أن المسيح تصلب ومات وأم الأموات أنا بقول لك شيل حتة يسوع التاريخي حط أي معلومة تاريخية عايز تعرفها عن المسيح المسيح تصلب ولا لا عايزين نعرف هل المسيح تصلب ولا لا الإجابة من الخطأ أن نعتمد على الأناجيل كمرجع أساسي فهي ليست كتب تاريخ عارف أنت هقول لك حاجة وأنا نفسي يعني حد يجمع وراي هذه العبارات من أهم أدلة الديانة الباطلة أنك لما تيجي ترد على شبهة ترد في صدرك تقتلك حرفياً ترد في صدرك تقتلك أنت عايز ترد على شبهة شبهة نصوص لم يقولها يسوع هل ده بيشكك في مصداقية الكتاب ولا لا ردت في صدرك أتلتك إذا أردنا أن نتعرف على قيامة يسوع من الأموال فمن الخطأ أن نعتمد على الأناجيل كمرجع أساسي فهي ليست كتب تاريخ طب نعمل إيه؟ لا مفيش إجابة سهلة لدراسة النواحي التاريخية من حياة يسوع علينا أن نستعمل كتب التاريخ اللي هي زي إيه؟ الديني كده اسم كتاب؟ والله العظيم أقل ما يقال أن ده اسمه استهبال علينا أن نستعمل كتب التاريخ والاكتشافات الأركيولوجية وهي وحدها القادرة على الجزم بما هو تاريخي فلكل كتاب اختصاصه ومجال عمله اللي احنا تكلمنا عنه النهاردة يعتبر خطير جدا جدا وزي ما قلت وبكرر من أهم النقاط التي تؤدي إلى هدم الديانة المسيحية من أساسها والله احنا تكلمنا عنه النهاردة زي ما كررت قبل كده كتير أهم نقطة لازم نهتم بيها أهم بكتير جدا من إيه اللي حصل للنص بعد التدوين لا الأهم مرحلة التدوين والكتابة لأنه بيكشف لنا مثل هذه الحقائق الصادمة التي تشكك فيه مصدقية الكتاب المقدس أنا هكتفي بهذا القادر في هذا الفيديو وبإذن الله عز وجل في فيديو قادم نستكمل قراءة اختباسات هامة جدا من نفس هذا الكتاب أيضا عن كيفية تدوين الأناجية لو حاز هذا الفيديو على إعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو لأن ده بيساهم في انتشار محتوى القناة وما تنساش مشاركة الفيديو مع أصحابك وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بالزرط صفحتنا على بيتريون أو بيبال أو حتى قم بالإنساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته